اشتركوا في القناة اعمل برنامج فيه انه بده يحضر ان من المسلسلات او البرامج بنفس اليوم كل مسلسل بيبدع بساعة معينة وبيخلص بساعة معينة بقدر يحضر مسلسل واحد بنفس الوقت ما بقدر يحضر اكتر من مسلسل بنفس الوقت بس عنده ميزة بوليكارب انه عنده تلفزيونين فعا كل تلفزيون بقدر يحضر مسلسل مختلف بنفس الوقت فعني بقدر يحضر مسلسلين مختلفين بنفس الوقت عنده شرط بوليكارب انه اذا مثلا عنده مسلسل بيخلص على الساعة تنتين ومسلسل تاني بيبدأ على الساعة تنتين ما بقدر التنين يحضرهم على نفس التلفزيون لازم يحضرهم على التلفزيونين مختلفين المطلوب منه انه نعرف هل التلفزيونين اللي عنده كافيين للجدول اللي حاطه بوليكارب وليلا اول شي رح يعطينا ان عدد المسلسلات اللي هو عنده اياهم تاني شي رح يعطينا ساعة بداية المسلسل وساعة نهايته واحنا رح نطبع له اذا او لا هلا الفكرة انه احنا بدنا نشوف الاوقات اللي رح يعطينا اياهم بداية ونهاية كل مسلسل بشكل متسلسل ورا بعض نشوف بعدين هل بفترة يعني بفترة معينة بساعة معينة تقاطع اكتر من مسلسلين اذا تقاطع اكتر من مسلسلين فاذا استحالة نقدر التلفزيونين يكفوا اما اذا اكتر اشي تقاطع فيه تلفزيونين مسلسلين فاحنا ما عنا مشكلة بالموضوع كيف يعني ممكن نحل هذا الموضوع بصورة ابسط او نحكي عن موضوع بصورة ابسط اول تست كيس عنا مسلسل بيبدأ من الساعة واحدة للساعة تنتين فاحنا رح نعمل ماب لانه لو عملنا اري عادية اكبر رقم ممكن يكون عنا عشر قوة تسعة فاحنا ما رح نقدر نعمل اري عادية ساعة عشر قوة تسعة فرح نضطر نعمل ماب نحط فيه بس الكيز او الاندكس عبارة عن الارقام بداية ونهاية اللي هو رح يطينا اياهم للمسلسل المحدد وبعدين نجمع يعني نعمل cumulative sum انه نحط واحد انه هذا زاد مسلسل ونطرح واحد من لما تخلص الفترة اللي خلص فيها هذا المسلسل وقتها هيك احنا بنكون حسبنا كل المسلسلات اللي بالفترات المحددة عنا وبنشوف هل هو كافي او لا فاحنا لما نعمل ماب رح نحط كل مرة نضيف الاندكس اللي رح يعطينا اياه فاول test case الماب رح تكون فاضية رح نبلش نضيف عليها ال pairs اللي هو رح يعطينا اياهم اول شي عندنا بيبدأ برقم واحد المسلسل الاول يعني بيبدأ بالساعة واحدة فاحنا رح نروح عند الرقم واحد رح نضيف واحد يعني رح نعمل صفر زائد واحد بعدين بيخلص عند الساعة تنتين الساعة تنتين مشمولة بالمسلسل متى خلص المسلسل وإحنا بنقدر نضيف مسلسلات تانية عند الساعة تلاتة فاحنا الواحد اللي زدناه هون بدنا نطرحه عند الثلاتة فرح نحط سالب واحد يعني رح نطرح واحد من عند الثلاتة تاني test case اللي هي من التنتين للتلاتة فاحنا رح نروح عند التنين رح نضيف واحد فرح يصير عندنا واحد وعند الثلاتة التلاتة مشمولة بالمسلسل التاني فرح نيجي عند الاربعة نطرح الواحد اللي ضفناه هون إنه هي طلعت من هاي الفترة تالت test case عنا اللي هي من الاربعة للخمسة فرح نضيف عند الاربعة بطلت سالب واحد بدنا سالب واحد نجمع لها واحد إنه هو هاي بداية مسلسل فرح يصير عندنا المجموع عند الاربعة صفر لاحظ على الخمسة داخلة بالمسلسل التالت فإزا رح نطرح واحد من عند الستة اللي هي الرقم اللي بعطينا إياه زائد واحد بنضيفه على المال هلأ رح نعمل cumulative sum نحسب عند كل حد أو كل ساعة عدد المسلسلات اللي تقاطعوا فرح يصفي عندنا عند الواحد واحد عند التنين اللي هي واحد زائد واحد فرح يكون عندنا تنين عند التلاتة طلعنا من هاي الفترة رح نطرح واحد فرح يكون عندنا تنين ناقص واحد واحد بدنا رح نجمع لصفر واحد فرح يكون عندنا عند الاربعة واحد عند الخمسة واحد زائد صفر واحد برضو وعند الستة واحد ناقص واحد صفر أكبر عدد تقاطع لمسلسلات كان عندنا هو تنين وإحنا ما عندنا مشكلة فيه لأنه عندنا قردي تلفزيونين تاني التست كيس أول مسلسل من الواحدة للتنتين فرح نيجي نستخدم نفس الأسلوب عند الواحد ونطرح واحد من الثلاثة تاني مسلسل من التنتين للثلاثة فعند التنتين رح نضيف واحد عفوا وعند الاربعة رح نطرح واحد وثالث مسلسل برضو من التنتين للثلاثة فرح نرجع عند التنين نضيف كمان واحد فرح يصفي عندنا عند التنين تنين ورح كمان نطرح كمان واحد من عند الأربعة فرح يصفي عندنا عند الأربعة السالب تنين وآخر مسلسل هو كمان من الواحدة للتنتين فرح يبدأ من الواحدة هيصير عندنا تنين جمعنا لها كمان واحد فصار عندها تنين وعند الثلاثة رح نقص كمان واحد فصار عندنا ماينس تنين هلأ لما نعمل كوميليتف سم عند الواحد عندنا مسلسلين تقاطعوا وما عندنا مشكلة بس عند التنين تنين زائد التنين أربعة أربع مسلسلات تقاطعت مع بعض وهذا الإشي مستحيل لأنه إحنا ما عندنا إلا تلفزيونين فبهاي الحالة رح نقول له ما بزبط كيف رح نعمل الكود لهذا الحل؟ أول إشي جوه المين كلاس عملنا ماب تاخد الكي عبارة عن لونج والفاليو عبارة عن انتجر وسمناها ARR جوه المين عملنا Object من Buffered Reader لحتى نقرأ الانبوت من اليوزر وبعدين قرأنا أول قيمة اللي هي الان عن طريق إنه قرأنا سطر كامل باستخدام البوفرد Reader وبعدين عملنا له بارس باستخدام البارس أنتيني من وجوده جوه الانتجر بعدين عملنا Initialization للماب اللي عنا إياها وبعدين عملنا For Loop بتمشي N من المرات لحتى نقرأ الPairs اللي رح يدخل لنا إياهم رح نستخدم elStringTokenizer لحتى نقسم elString اللي رح نستخدمه باستخدام البوفرد Reader فعملنا كل مرة كل Loop نقرأ StringTokenizer جديد منعطيه سطر كامل وبعدين حنقسمهم لX و لY من نوع Long و رح نحول الNextToken اللي رح ناخده باستخدام NextTokenMethod ل Long باستخدام الPairsLong اللي موجود جوه الClassLong هيك إحنا صفة عنا البداية و النهاية لكل يعني للمسلسل الحالي بعدين بدنا نضيفه على الماب بالطريقة اللي عملناها قبل شوي الماب بالبداية ممكن تكون فاضع أو ممكن يكون الرقم تكرر من مسلسل تاني فإحنا بدنا نتأكد أول إشي إنه هل الماب بتحتوي على البداية على الرقم X فإحنا في عنا مثل اسمه ContainsKey بنحكي ARR اللي هي اسم الماب . المثل هذا بنبعث له الـ X فهو برجع لنا إذا موجود أو لا إذا موجود بدنا ناخد قيمته الأديمة و نضيف عليها واحد إنه هذا مسلسل جديد عن طريق المثل Put بنبعث له الـ Key وبعدين بنعطيه الـ Value فإحنا بناخد القيمة الأديمة عن طريق المثل Get بنضيف عليها واحد وبنرجع بنحطها باستخدام الـ Put غير هيك إذا هو كان لسه مش موجود فأنا بحطه مرة يعني بحط عنصر جديد بالـ IndexX وجنبه واحد إنه هاي في مسلسل بدأ هون بعدين بدنا نحط نهاية المسلسل نفس الطريقة بدنا ندور بالـ ContainsKey إذا العنصر بس لازم ننتبه إنه العنصر Y plus 1 لأنه إحنا بدنا نطرح واحد من العنصر Y plus 1 مش Y نفسه فبرضه رح ناخد قيمته الأديمة و نطرح منها واحد و نبعثها بالـ Put غير هيك رح نعمل عنصر جديد اسمه Y plus 1 الـ Index 7 Y plus 1 وقيمته سالب واحد هيك إحنا عبينا الماب اللي عنا إياها المشكلة إنه الأرقام هو ممكن يدخل لنا إياهم مش مرتبين مش sorted فإحنا بدنا نعمل لهم sort بالـ Java لحتى نعمل sort لماب فإحنا بنقدر ناخد الكيز على إنهم set عن طريق مثل اسمه key set موجود بالماب نفسها إنه الر.key set هاي المثل بترجع لنا الكيز على شكل أو من نوع set فإحنا الـ tree set هي sorted set فممكنني أعمل الـ object من نوع sorted set أعطيه object من نوع tree set وأبعث لها الـ key set يعني set of keys اللي أنا عندي إياهم بعدين أنا هيك عملت sort للـ keys رح بس ضل أعمل cumulative sum أمشي عليهم وأجمعهم فأنا رح أعمل integer sum equal zero لحتى أجمع فيه الأرقام اللي موجودة حسب الترتيب لعملنا هلا فالـ keys اللي هي عبارة عن set رح أمشي عليها باستخدام for each يعني المتغير عندنا نوع long سمناه key رح نمشي على الكيز واحد واحد أول شي بأخد قيمته عن طريق يعني بأخد قيمة الـ value اللي مخزنة بهذا الكي عن طريق المثل get اللي موجود جول ARR بجمع هاي القيمة للـ sum ودايما كل خطوة بعمل check إذا السم زاد عن تينين فأنا بهاي الحالة تقاطع عندي أكتر من مسلسلين مع بعض فرح أطبع no إنه أنا ما بقدر أخلصهم بتلفزيونين رح أطبع no وأعمل return الـ return رح تطلعوا من المين خلص وبنتهي البرنامج إذا كمل للأخير وعرفنا إنه ما طلع زيادة عن تينين يعني ما طلع السم أكبر من تينين زي التست كيس اللي عملناها بالبداية فوقتها رح نطبع yes وهذا هو حل السؤال بتمنى يكون عجبكم إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملولو لايك وشير وسبسكرايب إن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني كانت معاكم رغد أبو غربية وسلام اشتركوا في القناة